الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع القصير وتقدم فقط لا غير ما يسمى جيوجبرة هذا جيوجبرة من أرقى البرامج الحاسوبية اللي هي онлайн نسميها احنا التي تساعد طلبة الرياضيات والاقتصاد والاقتصاد القياسي على استيعاب كثير من المفاهيم الرياضية فالآن بعد ما دخلت على صفحة الجوجل ووضعت جيوجبرة داونلود هذا الاسم اللي أنا دائما بستخدمه داونلود جيوجبرة أبس وهو من أرقى وأفضل التطبيقات الرياضيات هي على الحاسوب مباشرة من الشبكة العنكبوتية نضغط الآن على داونلود جيوجبرة تظهر هذه الشاشة هذه الشاشة عليها عدة برامج حاسوبية هنا كالكوليتر سويت هنا جرافيك كالكوليتر هنا ثري دي كالكوليتر جيومتري جيوجبرة كلاسيك سيكس وهنا كاس كالكوليتر هذه طبعا كل واحدة من هذه طبعا هنا كذلك الأمر جيوجبرة كلاسيك فايف كل واحد من هذه البرامج بعطينا مجموعة مختارة من التطبيقات الرياضياتية على الحاسوب هذا بعطينا مثلا من ثلاثة أبعاد على سبيل المثال دعنا الآن نضغط هنا حتى أبين في هذا المقطع القصير بعض التطبيقات على سبيل الاقتصاد مثلا هنا start بعطينا الآن هذه الآن من ثلاثة أبعاد لاحظوا لهنا المحور الأفقي محور عمودي ثم عندي المحور الرأسي جايب معانتها هذا محور السينات أو X هنا Y وهنا Z اللي هو العمودي الرأسي وبالتالي لنفترض أنه الآن وضعنا Z مثلا تساوي لنفترض يعني X الآن للقوة هنا لاحظوا لي أين ضغطت مثلا point five لاحظوا لي شو بعطينا الآن بعدين الآن ضربت هذا الحكم الضرب هنا ضرب Y للقوة point five تانية لاحظوا لي بعطيني من ثلاثة أبعاد هذا production function يعني ممكن نسمي هاي Q دالة الإنتاج Q من طراص كب دغلس اللي هو يعني شكلها من العائد الثابت على الحجم X تربيع اللي هي labor مثلا Y تربيع اللي هي capital عفوا هنا X للقوة point five أو العمالة للقوة نصف اللي هي جذر التربيع إلى L مضروف الجذر التربيع إلى K فمعطينا هذا السطح طبعا ISOC1 جاية contours أو منحنايات مائلة ترتفع إلى الأعلى حتى نصل لمسترات إنتاج أكثر هذا الآن أحد التطبيقات لو عدنا الآن سأغلق هذه الشاشة الآن وأذهب هنا أقول لي ليب نعم سأذهب إلى هذا التطبيق هذا الجميل هنا بتطلع عند الآن هذه الشاشة coordinates يعني مستوى ديكارتي من أربعة أرباع ويمكن لنا أن نستخدمها في رسل البيانات هنا لنفترض وضعت الcommand هنا لاحظوا لي هذه المربع هنا عند إشارة الزائعة بقول لي ضع المتخل الذي تحتاج فبضع مثلا F F of X عفوا F of X لاحظوا لي الآن إذا وضعت تساوي مثلا X لاحظوا لي بطلع الخط مستقيم من سالب مال النهاية إلى مجم مال النهاية وبقدر الآن يعني أتحكم بالشاشة هاي بضغط على الماوس أو الفقر بالطرف الأيسر فبعطيني هذه الشاشة بصغرها بكبرها حسب حاشة الآن الآن ممكن أني أغير ألغي هذا وأضع شيء ثاني يعني هنا ممكن أغيره من هنا أضغط على اليمين ثم delete الآن افرض الآن وضعت F of X تساوي هذه الآن X وهنا للقوة تربيع أوكي عفوا نسيت أنا أضع الإشارة الزائدة تساوي X أوكي هنا تربيع لاحظوا لي كيف الآن يعتد المنحنة فعند الآن F X تساوي X تربيع فبعطينا هذا المنحنة اللي هو عبارة عن برابولة أو مكافئ ربما أضيف إله على في المثال زائد مثلا X لنفترض الآن وزائد 1 فبعطيني الدالة كيف ما يحتاجها الآن لنلغي هذه delete ثانية مرة ونضع F of X تساوي هذه X عندي ساوي عفوا X هذه للقوة تكعيب هذه الآن لاحظوا لي أعطاني القوة تكعيب البال X للقوة تكعيب للقوة ثلاثة ممكن أضيف الهزائد مثلا 2 X وهنا أرفحها للقوة تربيع لاحظوا لي يعني عدل عليها وربما أضيف مثلا أو أطرح مثلا ناقص خمسة فبعطيني بالحالة هاي أشكال متعددة يمكن لنا أن نستخدم هذه اللي هي الجيوجب الكالكوليتر عندما أضغط تحت هذا المربع هنا بعطيني input ثاني يعني ممكن أني أدخل الآن أوامر أخرى يمكن لنا أن نشتق هذه الدالة بكل بساطة بضع الآن derivative DR لاحظوا لي بيطلع عندي هون derivative بدي الآن the function مين أي function ده سمني اللي هو F لاحظوا لي أعطاني الدالة والدالة هون X تقعي بزائل X تربية ناقص خمسة رأسا عندما كتبت derivative بين جوسين F أعطاني مشتقتها 3X تربيع زائد 4X فعلا هاي 3X تربيع زائد 2 في 2 4X طبعا هذه ذهبت صفرا وبالتالي ورسم ليها هاي الآن هي عبارة عن مشتقت الدالة التكعيبية ربما ربما الآن في command ثاني هنا أقول له بدي المشتقة الثانية هنا derivative ثاني مرة derivative هنا وأضع أضغط هنا function أقول له F prime أوكي F لاحظوا لي أني أنا اشتقيت ثاني مرة يعني اشتقيت هذه مرة ثانية فأعطت لي فعلا 6X ورسم لي إياها بالخط الأزرق تلاحظوا الآن أحبتي المنحنة هذا التكعيب مشتقة له هذه الآن البرابولة أو القطع المكافئ ثم الخط المستقيم 6X زاد 4 هو الخط المستقيم وإذا أردت أن أشتقها ثاني مرة الآن بقول له derivative DER ثاني مرة function بقول له F double prime هذه F double prime لا عفوا عفوا F double prime هنا أوكي أعطت لي 6 وبالتالي عبارة عن خط مستقيم هذا هو أفقي 100% لاحظوا لي كيف الاستعمال الرائع جدا لهذا البرنامج إن شاء الله في كثير من التطبيقات المستقبلية رح يعني نتعلم أشياء كثيرة دعوني الآن أني ألغي كل هذه الكوماند بس يعني حبيت أقدم في هذا المقطع أشياء سريع عنها نلغي هذه delete ثم عندي هنا delete وهذه الآن delete ثاني مرة وهذه delete لا يمكن استخدامها بالاقتصاد مثلا x هلأ أعطاني هنا لاحظوا لي الخط المستقيم هذا أفرض الآن وضعت الكوماند التالي 2x زائد ثلاث y بالغير إياها لأنه عندي هنا يعني مش معرف عندي y لكن أستطيع الآن أن أنتقل إلى الرسم من ثلاثة أبعاد فالآن نلغي هذا حتى أبين في المقطع هذا يعني نفس المقطع كيف نرسم الآن معادلات آنية دعنا نلغي هذا هنا leave نعم هنا وأعود إلى هنا اللي هو الثلاثة 3D calculator اللي هو الآلة الحاسبة بس بثلاثة أبعاد نضح هنا نضغط على start ولنفترض الآن أنه 2x زائد ثلاث y لاحظوا لمن الذي جرى يساوى مثلا خمسة لاحظوا لهذا الآن هو المعادلة تبعتها الآن و واحد الثاني هنا هذه equation و equation 2 ممكن سالب x زائد 2y مثلا 2y تساوي ناقص 6 لاحظون لاحظون كيف الآن في التداخل بين المعادلة يعني هذه الآن المعادلة الأولى هذا السطح هنا والمعادلة الثانية طبعا المعادلة الأولى 3x 2x 3x 3x 5x أما المعادلة الثانية اللي هي سالب 2x 2x سالب 6 وبالتالي هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية وهنا القاسم المشترك وبالتالي يستطيع طالب الرياضيات أن يحدد حل منظومة المعادلات الآنية إن شاء الله هذه المقدمة بالمستقبل سأقدم شيء آخر بإذن الله أكون قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن أكون قدمت مقدم بسيطة سائد لكم على جيو جبرة وإن شاء الله في المستقبل سأقدم عشرات المقاطع لأن هذا البرنامج مهم جدا لطلبة الرياضيات الاقصاد الرياضي الاقصاد القياسي لكافة أحبتنا في الدول العربية وإلى لقاء آخر قدر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته